مرحبا بكم مرة أخرى فيكم جينتي واليوم جيتكم بوصفة الفريكاسية على طريقتي بنة عالمية قد ما نحكي لكم على البنة وشوية كيف لتشريوهم البرة بالضبط بطريقة احترافية وسهلة برشا ويلا توني تعديو لطريقة التحذير اما كما العادة قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنساوش تشجعوني بار شجمات ولا عندها اي سؤال تخليلي كومنتر ولا ما زالت مشاركتش في قناتي تبغط على الجرس بش يوصلها كل جديدي اول حاجة بش نحضر العجينة متاع الفريكاسية متاعي خذت صحفة حتتتفاها كمية الماء اللي هي 300 مليلتر ماء دافي وحبت نساهل عليكم كيلتهم بالكاس جاوني كاس ونص كبار ونعاود ان اكدلكم المستحسن يكون ماء دافي وطو بش نحط عليهم مغرفة صغيرة متاع خميرة خبز بماء وعاد الوحدة السشية خميرة وبش نكمل نحط زوز مغرفة كبار سكر وعظمة كاملة واربعة مغرفة كبار متاع زيت زيت متاع زيت اني هون يستعمل زيت زيتونة اما انتم لكم الاختيار ما يقلقش يعني كيف كيف سوى نباتي ولا يزيتونة كيف كيف وطو بش ندخل المكونات الكل في بعضهم للاخميرة والسكر يتحلوا بالباهي بالباهي واخر حاجة بش نحط كمية الفارينة اللي هي 500 جرام يعني رطي الفارينة وكملت حاتيت معاهم غرفة صغيرة متاع ملح وبش ندخل الفارينة متاعي في الخليط ونبدأ اللم فيها بيدي كما قاعدين تشوفوا لانت تلمل عجينة متاعي وهذه عجينتي بعد ما لميتها شوفوا كيفاش قاعد تتلصق في دي وهذاك السر متاع الفريكا سيء بش يجيكم ناجح لازم لعجينة تكون مرخوفة وطرية برشا يعني ما تخافوش كيت جيكم طرية وتلصق في ديكم ما تزيدوش فارينة وطو بش نعمل لها عجنة باهي اقل حاجة 5 دقايق لنحساها تلمت شوية يعني هي كل مرة كل دجا قدمت عجناها قدمت زيدت الم روحة كما تعرفوا الفارينة تشرب الماء وكل مرة ندهن إيديا بالزيت ونكمل نعجن العجينة متاعي لانتحصل على العجينة طرية وكما قاعدين تراو تتلصق في الليد وطو بش نرجحها للصحفة متاحها وندهنها بشوية زيت ونغطاها بابيه سوليفان يعني هي والعجينة بش ما تشمليش لهوي وش تعملي القشرة الفقانية هذي كم الفوق ونخلاها ترتاح اسوعة منيموم لانها تراوها يعني للحجم بتاحها الضعف سيبون را هي ذيكا العجينة حضرت وطو يلا نتعداو بش نوريكم كيفاش بش نحضر الحشوة متاع الفريكاسي متاعي وطو في الوقت اللي العجينة متاعي تتخمر بش نحضر الحشوة متاع الفريكاسي هوني اخذت خمسة كعبات بطاطا متوسطين لحجمه همش كبار قصيتهم و بش نحطهم في كسارونا ونحصوب عليهم شوية ماء ورشة صغيرة متاع ملح و بش نخليهم يتصمتوا لنطيب البطاطا متاعي وكيف كيف في كسارونا اخرى اخذت خمسة كعبات عظام بش نحطهم زيتا يتيبوا على جنب وطو حاجة اخرى زيتا بش ناخو شوية معدنوس وبش نقصهم جويدات يعني ماذا بنا نجودو لماكسيموم في المعدنوس وكيف كيف بش ناخو راس بصل زيتا وبش نقصه جوية زيتا برشة بالنسبة للبصل المعدنوس اختياري تنجوا متحطوش اما انا حبيت نوريكم يعني طريقتي بالضبط كيفاش نعمل الحشوة متاع الفريكاسي وطو بالنسبة للهريسة حاجة اكيدة كعبت لي فريكاسي كما تبداش محرحة ومشخشغة هيكة مافيهاش حتى بنا حتيت لها شوية زيت زيتونة كما نقولو مغارفة صغيرة زيت زيتونة واربع مغارف كبار متاع ماء وبش نحلها بالطريقة هذه بش تواليلي سوبل يعني وبعد كنجي نحضر الحشوة متاع الفريكاسي متاعي ناقاها سوبل متاع ومتاع تلنيش وطو زادة كملت حطيت الطن بالنسبة للطن زادة نحيت للمي بتاع وهوني حتيت لفح كوكس غارة متاع تن واخر حاجة بش نكمل نحطها اللي هي الزيتون اللي لازم الزيتوني يبنن برشة للكعبة الفريكاسي لازم تبدأ مشخشغة سيبو هوني البطاطا متاعي طابت بش نعمل لها رفسة حاتت عليها شوية زيت زيتونة وبش نرفسها بالطريقة هذه فما عباد تستعمل في الفريكاسي بطاطا مقلية اما بصراحة ما نصحش بها خاطر الفريكاسي مقلي وبطاطا مقلية ميجيش يعني وفي الاخر بش نقص بالطريقة هذه اللي طيبته قصيته هكا ترنشات يعني صغيرات بش نزين به في اللخر وهي هي عجينتي بعد ما تخمرت شوفوا ما شاء الله كيفاشت خمرت بالباهي دهنتي داية بالزيت و بش نكسر لها لخميرة متاحها و بش نحطها طاو على البلون دي ترافاي متاعي لمها شوية كي ما قاعدين تراو بيدي و طاو بش نشكلها كعبرة صغيرات وبالنسبة للكبر متاع كعبة الفريكاسي انتو مو كيفاش تحبو كامشتا عملوهم كعبة كبار كبروا في الكعبورة متاع العجينة و كامشتا عملو كعبة صغيرات اعم كامشتا عملو كعبورة صغيرة كما نقولو ايني هوني الكمية هذي بالضبط طيحت لحدشن كعبة يعني عملتهم كبار شوية و انتو ملكم الاختيار و طاو كملت كعبرتهم كي ما قاعدين تراو بنفس الطريقة حاولت يعني نجيبهم قد قد مستويين حتيتهم على تباقو بش نغتيهم بمنديلة نظيفة يرتاح و عشرة دقايق مش اكثر يعني شوية لطاو لاني حضرت الزيت متاعي الزيت هوني يلزم يكون حامي سخون على الاخر طاو بش ناخل كعبة و كي ما قاعدين تراو ك نحلها بالطريقة هذي شوية بيدي بش نعمل لها الفورما متاع كعبة الافريكاسين نحلها من لجناب شوية و بش نحطها في الزيت و نعاود ناكد لكم الزيت يلزم يكونوا سخون حامي يعني كي تحط الكعبة ديجا كي ما تشوفوا اول ما حطيت الكعبة فوجت و ماشاء الله حمارة فيسا و نكمل نقلي الكعبات متاعي كي ما قاعدين تراو ماذا بينا نخليو لونهم يبدأ مزيان يعني ما نخليوهم شي حمارو برشا و اول ما تحمر الكعبة متاعي مش جاهتين اا نخرجها شوفوا ماشاء الله الكعبة قداش فوجت وتنفخت وتقعد لي فارغة من داخل هذك السر متاع الفريكاسية بش يجيكم ناجح يلزموا يبدأ فارغ من داخل ما يبداش معجن و في نفس الوقت زادة يتبننا و كهو نكمل نطيب الكعبات متاعي بنفس الطريقة لن نكمل الكمية اللي عندي الكل و هذو ما كعبة الفريكاسي متاعي بعد ما كملت قليتهم استقطرتهم مليح من زيت في الكسكيس و دو حطتهم في سينية بعد ما بردوا شوية و بش نبدأ نحذر و نحطوا لهم الحشوة متاعهم انا هوني استعملت مقص باش نحل كعبة الفريكاسي يشيني اسهل برشة من السكينة شوفوا ماشاء الله الكعبة من داخل قداش طايبة و ميهش معجنة تو باش نحط لها الفارس متاحها حاتت اول حاجة حاتت فاهم غرفة كبيرة متاع هريسة و غرفة كبيرة متاع بطاتا عملت لها رشة مع دنوس وبصل و نكمل نحط شوية تن هيك من الفوق و ترنش متاع ذا و نزينها في اللخر بكعبتين متاع زيتون و نكمل نحذر ابقيت للكعبة الكل بنفس الطريقة صدقوني قد منحكي لكم مع البنة و شوية جيبنين بنين يهبل يعمل ست وستين كيف دي جاع صغار يشيخو عليه و راجلي زاد عجبو عالاخر و هذي طريقتي دي ما نعمالها في الفريكاسي و من بدا لشباهها و انتو ما ان شاء الله هتجربوه و يعجبكم و طوا نقولكم بسلامة ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم و استفدتوا منو وتعلمتو حاجة جديدة و بيانسير كما العادة و العويت اللي جربت الرسات متاعي نستنى ليروتور متاحها هالباش انستغرام تاعي